اشتركوا في القناة وابا والهدف الله 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 ما حدش عارف سبب الحظ السيء اللي بيقابل الاهل السنادي من بداية الموسم أو بالضبط كده من نهاية الموسم اللي فات كتير من الجمهير بتنتقد الأداء الفني للأهل إنه أقلب كتير من السنين اللي فات وإن الإدارة ما قدرتش تعمل صفقات قويسة زي الأعمال زي مالك عشان كده الأهل مش قادر يتصدر الدول بس الموضوع مش حكاية صفقات في حالة حظ سيئة قبلة الأهل الموسم ده يمكن ما تعرضش لها فريق قد الأهل وهي الإصابات السنة دي مفيش لاعب في الأهل ما تصابش حتى اللي ما بيلعبوش أصلاً اتصابه بداية من شريف إكرامي اللي تصاب للمرة التانية الموسم ده واللي نادراً لما بتلاقي حارس مرمى يتصاب مرة دي ده غير لعب الدفاع كلهم حتى له أي وائل اللي ما بيلعبش تصاب الأهل داخل على مباراة صعبة أمام نادر متقصة ومطلوب منه الفوز علشان يطارد الزمالك بس المشكلة لو جينا نحسب عدد اللعيبة اللي هتغيب عن الأهل الموش اللي جاي حاجة تصدم الجميع لأنه هيغيب أربع لعبين أساسيين للإقاف وهم حسام غالي وعبدالله السعيد وليد سلمان ومحمد نجيم ده غير الموصابين اللي هم شريف إكرامي وحسين السيد ودريزي جاي ومؤمن زكريا وأماد متعب وأحمد عبدالزهاري شكرا